الرابط لانه احنا النهاردة 16 اكتوبر والدوري يقال انه 25 26 27 اكتوبر طيب الرابط هتعمل ايه الرابطة فين الرابطة شكلها ايه مين اللي حيدير الرابط هرجع تاني وقولك انه الاتجاه الغالب داخل اتحاد الكرة المصري انه مش هبقى فيه رابط وانه هيكون هناك لجنة وهذه اللجنة هي اللي حتدير المصابقة لجنة مصابقات داخل اتحاد الكرة لجنة الاندية زي ما انت عايز تسميها سميها لكنه استقر الامر على وجود لجنة لادارة المصابقة يعني مفيش رابطة مفيش انتخابات رابطة زي ما كنا بنشوف كل سنة لحد دلوقتي ده النظام اللي ماشي الاسماء بتروح وتيجي والناس بتتغير والافكار بتتغير لكنه هذا هو الامر انا بس بديلك الخطوات والعنوين اللي هتحصل خلال الفترة المقبلة ناس كمان كتير سألوني على الشركة الالمانية اللي هتدير المصابقة فين وامتى وازاي عايز اقولك معلومة الشركة الالمانية لن تدير المصابقة نعم لن تدير المصابقة ما لحيحصل ايه الشركة الالمانية فقط لغير ستضع جدول الدوري العام الجدول الملاعبك الجدول اللي مليان كله الغاز ومشاكل وازمات فهي الشركة الالمانية هتعمل ده ومندوب الشركة الالمانية بعد بقول رئيس الشركة الالمانية بعد بقول مندوب كبير من الشركة الالمانية هيكون موجود في يوم القرع القرع هل زي ما بنشوف بقى زمان لا ده هو كله هيتحط كده قدامك وقول الله ينتم جاي فاتح كده يطلع لك جدول الدوري العام ما هي كيفية اقامة مباريات جدول الدوري العام هل مثلا هتقول اهلي وزي ما لك ما لعبوش الاسبوع الاول لا ممكن لعبوا الاسبوع الاول او التاني او التالت او اي اسبوع هيلعبوا في اي وقت مفيش مفيش لحاجة موجهة ولا ماتش جوه ولا ماتش برا ولا حاجة مندي خالص ولكن تبقى ازمة انت الدور الاولاني هتلعب سبعتاشر مباراة كل فريح هيلعب سبعتاشر مباراة خلينا نقولي النادي الاهلي هيلعب سبعتاشر مباراة ضد الزمالك ضد الاتحاد ضد اسموحة ضد الاسماعيلي ضد المصري ضد حرس الحدود وباقي الفرق سيراميكا زي ما انت عايز بقى تقول اقول زيد مودرن سبورت زي ما انت عايز تقول النظام عشان هدراك كتبع عارفين النادي الاهلي جمع مثلا في الدور الاولاني من سبعتاشر مباراة مثلا خمسين نقطة مثلا اربعين نقطة مثلا هيطلع بنقاط الخمسين او الاربعين او او وكل الاندية بنفس الطريقة دي خلاص طلعنا كده تمام زبطنا مية مية هترجع بقى هتقسموا تسعة وتسعة التسعة الاولين بيلعبوا على البطل التسعة التانيين بيلعبوا على الهبوط الفرق اللي تهرب من الهبوط اللي تبقى في الدور العام هنا يبقى السؤال لان انت اتقسمت تسعة وتسعة طيب هيلعبوا فين سؤال مهم موضوع مهم جدا ده لحد الوقت محدش عارف يديننا اجابة على هذا الامر قالك مثلا جي الجدول هم كلهم هيلعبوا بعض الدور الاولاني كله يعني خلاص هتلاعب كله الدور الاول فالاهل مثلا لعب الاتحاد في اسكندرية الدور الاول وبعدين الاتحاد والاهل موجودين في التسعة اللي بينافسوا على الدور العام فلعب في اسكندرية يبقى المباراة التانية تلاعب في القاهرة ده اقتراح هل هتتعمل القرعة هتتعمل ازاي ده سؤال مهم جدا نرجو ان يكون عليه اجابة عشان خلاص نضع النقاط الصحيحة لبدء موسم استثنائي ارجو انه يبقى جزء من حل المشكلة المستعصية في كرة القدم المصرية منذ سنوات بعيدة دي نمرة واحد نمرة اتنين قلت وحزرت وححزرتان انت الصعود عندك تلات فرق من تحت والهبوط عندك فرقتين وانت السنة اللي جاية كمان سنة استثنائية فمعناها انه الدور السنة اللي جاية تسعتاشر فريق مش تمنتاشر اصلاح بالراحة اتنين حينزلوا من التمنتاشر يتبقى ستتاشر التلاتة حيطلقوا يبقى تسعتاشر هتعمل مجموعتين مجموعة عشرة ومجموعة تسعة ماشي هعدها لك لكنه في النهاية نظام الهبوط هيبقى عامل ازاي يعني انت هتلعب الاول تسعتاشر فريق كل فريق هيلعب تمنتاشر مباراة زي السنة اللي قبلها فعندك اسبوع باي هنا عندك مشكلة شوية لكنه ماشي اوكي هتوصل لعشرة وتسعة تسعة بلعبه على البطولة وعشرة للهروب من الهبوط طيب هتنزل ازاي هنزل تلاتة وصاعة تلاتة نفس المشكلة بقى عندك سعتاشر فريق طب انا هنزل اربعة وصاعة تلاتة هتنزل اربعة من عشرة هتنزل اربعين في المية انا بس بقول من بدري عشان الناس اللي اشتغلت عشان تحل الازمة المستعصية ما تبقاش حلت ازمة مؤقتة وبعد كده بقت في ازمة اكبر فتبقى واخد بالك من اللي هيحصل في المستقبل قالها البلغت اللهم فاشهد الدور المصري لا يمكن ان يزيد عن 18 فريق والدور المصري ممكن نستحمل سنة واثنين مجموعتين لكن مش اكتر من كده ما تجيش تقول لي بقى السنة التالتة كمان خليها السنة استثنائية هيصبح الاستثناء هو الاساس حضرتك ركز معايا وركز مع كلامي هتخلي الاستثناء هو القعدة والقعدة هي اللي هتبقى مش موجودة ومش هتشغل عليها فاتمنى انا عارف انه في اجتماع تاني في شهر 12 عشان هذا الامر الاندية بتيجي بقى ساعة الموضوع وقولك لا انا ما اقدرش هتنزل الاربع فرق ازاي الدنيا تمشي كده ازاي هل هتقل العدد للصعود ما هو حرام برضه ما فيه عشرين فريق بيهلكوا عشان يطلع منهم تلات حل هالي المهم انا دوري هنا ان انا احل او ان انا نبه والحل عند سعادتك مش عندي انا